مع أن موعد عيد هالوين لا يزال بعيداً ويحتفل به بعد أشهر يسجل أقبال كثيف على المنازل التي توصف بأنها مسكونة في اليابان إذ أن شعور بالذعر بمثابة تقليد صيفي في الدولة الأسيوية كذلك تعتبر البيوت المسكونة ملائمة لموسم الصيف الخانق في اليابان إذ أن توفر التكييف فيها وما يحدثه من قشعريرا يخفف وطأة الحرارة والرطوب العاليتين في متنزه نماجتون الترفيه في توكيو تتقدمه بتشنج نحو زوار أشباح ترتدي الكيمونو عيونه حمراء من الألم وهي تتجول بترنح وتأنن كالموت الأحياء وفي العام 2024 شهدت اليابان شهرة موز يوليو الأعلى حرارة منذ بدء التسجيل قبل 126 عاماً إذ كانت الحرارة خلاله أعلى من المتوسط بمقدار 2.16 درجة مئوية وفي وسط توكيو وحدة توفي 123 شخصاً بسبب ضربات شمس في تموز يوليو عندما شهدت العاصمة اليابانية موجات حر شديدة فاقمها التغير المناخي مما استلزم تسير عدد قياسي من سيارات الإسعاف في العاصمة اليابانية على ما أفادت السلطات المحلية